يا مساء الخير تحياتي لكم في بداية حلقة جديدة من السادسة أهلا وسهلا بكم النمسا بعثتنا وصلت بسلامة الله إلى نمسا عشان تبدأ المرحلة التانية من معسكر استعدادها هننقل لحضراتكم طبعا صورة من هناك طبعا دي اللحظات اللي بتصل فيها البعثة إلى بينا الحمد لله على السلامة طبعا عشان تبدأ زي ما قلت المرحلة التانية من معسكر التحضير والاستعداد لموسم شاق جدا طويل جدا وصعب جدا طبعا نتمنى التوفيق لأهلي المفترض أنه هيخوض مباراتين وديتين خلال الفترة اللي هيقضيها في النمسا تم الاتفاق بالفعل على مباراة أولى هتكون بعد بكرة إن شاء الله الأربع تلعب سبعة بتوقيتنا هنا في القاهرة مع فريق اسمه ماورفيرك فريق ماورفيرك النمساوي بالمناسبة الفريق ده لغاية السيزن ده يعني قبل السيزن ده ما يبدأ كان فيه ثلاث لعيبة مصرية بيلعبوا فيه عبدالسلام نور الدين مارك نسيم وعبدالرحمن شوشة والثلاثة تركوا الفريق قبل بداية الموسم ده نتمنى طبعا ظهور أول يعني مبشر ومطمئن لجمهي النادي الأهلي عارف طبعا جمهور نادي الأهلي وحشه وفرقته وفترة الغياب على قد ما هي بتكون مهمة بالنسبة للعيبة والجهاز الفني على قد ما هي بتكون صعبة شوية على الجمهور جزء من الجمهير النادي الأهلي كانت في استقبال البعثة في فيينا الأهلي جمهيره في كل مكان فيش مرة شفت فيها فرقة لنادي الأهلي باسكت يد فولي كرة قدم موجودة في أي حتة في الدنيا اللي لما لازم يكون جمهير النادي الأهلي حضرة وموجودة للمساندة والتشجيع وكمان الاستقبال الناس دي مش راح تشجع مطشة جماعة الناس دي راح تستقبل الفريق راح تكون موجودة مع الفريق في أول لحظات وصوله للنمسا كل التعفيق لميستر مارسل كولر ولفريقنا إن شاء الله بإذن الله المطش التاني مفترض أنه تحدد له معادي يوم 5 سبتمبر لكن هل يعني لغاية اللحظة دي ما تمش اتفاق مع فريق فيه اجتماع بين ميستر مارسل كولر وبين خالد بيبو عشان يتم الاتفاق على مباراة ودية تانية للأهلي أثناء فترة وجوده هناك إن شاء الله يوم 5 المعسكر هاستمر ليوم 6 وبعد كاتر جعبا ستنادي الأهلي إن شاء الله عشان تبدأ التحضير بقى لرحلة السعودية لمباراة سوبر إفريقيا إمام عشور مجدي أفشا من أهم العيبة خط النص السنة دي خط نص الأهلي ما فيش فيه كلام خط نص الأهلي ما تفكرش وانت مغمط كده صلاح محسن العائد الحقيقة بعد تجربة أعتقد كانت مفيدة جدا بالنسباله نتمنى إن شاء الله أنه صلاح محسن مع كولر يبقى وماشى تانية طاهر خلد عبد الفتاح الاتنين حمد الله على السلامة بالسسناء طبعا عمر السلية هو اللي يمكن طبعا مع الفريق لكن يعني طبعا إصابته خلد عبد الفتاح يمكن تمنعهم من ريدا سليم الوافد الجديد واحد من أهم صفقات الدولي المصري مش بس الأهلي ريدا سليم لعب إن شاء الله بإذن الله يكون أهم صفقات المريكاتو الصيفي في الموسم الحالي كريستو واحد من الحقيقة اللعيبة اللي تمتع الكورة ديانج برسي تاو اتنين الحقيقة كانوا من اللعيبة اللي صنعت الفارق تاو تحديدا كمان ديانج الحقيقة تعودنا عليه هكذا يكون دائما واحد من أهم اللعيبة المحترفين اللي دخلت مصر على مدار تاريخ الكورة في مصر كلها برسي تاو السنة اللي فاتت حالة من حالات التقلق الغير عادي ميشيل يانكون واحد من وعلى فكرة ميشيل يانكون تحديدا ليجا مهرية وشعبية كبيرة جدا عند عمل حالة كده حاسسة كأنه بلجيكي مصري يعني كسر كتير من الاتباهات المتبطة بالمدربين الأجانب وواحد طبعا من السهم وشكل كبير جدا في تطور وارتفاع مستوى حراس المرمى في النادي الأهلي طيب هنتابع معاكم الأخبار ونشوف تفاصيل هنحاول طبعا ننقل لحضراتكم صورة من هناك ونشوف تفاصيل اليوم الأول في وصول بحثة النادي الأهلي لكن حاببا ببتدي مع حضراتكم شوية بالأرقام والكلام زي ما قلت لكم على موسم هيكون صعب جدا وهيكون طويل جدا خد بالك أنه فكرة تحديد مباراة السوبر الأفريقي يوم خمستاشر قلقت بزلالها على مشوار الأهلي في دور الأبطال يعني كنت بكلم حضراتكم الحلقة مبارح على أجندة الأهلي الموسم ده واحد كده بسم الله الرحمن الرحيم تأجيل مباراة الأهلي في افتتاح مشواره في بطولة دور الأبطال انت ببتردت هتلعب مع سان جورج الإثيوبي يوم خمستاشر أو ستاشر أو سبعتاشر على أن تكون مباراة العودة يوم 28 29 30 أو 29 30 في آخر الشهر يعني في آخر التسعة وأكيد طبعا المباراة بتاعة سان جورج هناك هتترحل فأنت عندك في بداية الموسم سفريتين مشوارين واحد لأسيا تحديدا للمملكة العربية السعودية في مدينة الطائف تواجه التحاد العاصمة وترجع من رحلتك بعد مباراة السوبر وإن شاء الله ربنا يكرمنا يعني يكون أول تتويجات الموسم الجديد ترجع عشان تحضر للسفرية تانية عشان تواجه فيها سان جورج وبالتالي نص التاني من سبتمبر عندك فيه سفريتين مباراتين خريجيتين واحدة سوبر واحدة دوري أبطال وعندك مباراة تالت هتكون مباراة العودة مع سان جورج الإثيوبي طب داخل السبتمبر أكتوبر الأسبوع أو العشر تيام الأخيرة من أكتوبر معاهم ثلاث أسابيع الأولى من نوفمبر محجوزين للدوري الأفريقي ما كان يعرف بالسوبر ليج عندك شهر من أجندة الموسم الجديد محجوزة للسوبر ليج إن شاء الله إن شاء الله ربنا يعني يكرمنا فيهم تلعى فيهم ست مبارايات تلاتة منهم برة وتلاتة منهم جوة لو وصلت المباراة النهائية طيب ده أكتوبر ونوفمبر طيب ديسمبر أخباره إيه؟ ديسمبر فيه بطولة كاس العالم للأندية يعني فيه كمان عشر تيام زيادة على الخمسة واربعين يوم اللي إحنا حسبناهم رايحين فيه مشاركة الأهل بطولة كاس العالم ده إن شاء الله لو ربنا أكرمنا وصلنا للمباراة الفاينل سواء أول وتاني أو تلاتة ورابع نتمنى إن شاء الله تكون أول وتاني يعني فعندك عشر تيام فيه بطولة كاس العالم الأندية أو حداشر يوم يمكن عندك بعد كده بطولة قمم أفريقيا وطبعا لعيبة النادي الأهلي الدولية هتشارك مع منتخباتها بالتالي إنت عندك في النص الأول من الموسم اشتباكات ضرب نار أجندة الأهلي في النص الأول من الموسم كامل العدل هنعمل فيها إيه؟ وخصوصا للنهاردة المسؤولين في لجنة المسابعات بيقولوا إحنا مش هنتكلم فيه جدول مباريات ومش هنتكلم فيه موعيد مطشاط إلا لما يتم الإعلان عن موعيد مباريات السوبرليج وده إيه لحد كبير أمر منطقي لكن هو مفترض أنه حسب ما أكد التحدي الأفريقي أنك أنت بما أنك بتشارك في السوبرليج أو في الدولة الأفريقي التحدي الأفريقي طلب أنه الأندلة هتشارك ما تلعبش فيه البطولات المحلية يعني الأهلي من 10 أكتوبر من 21 أكتوبر لـ 11 نوفمبر من 20 أكتوبر لـ 11 نوفمبر دي الفترة هيتلعب فيها الدولة الأفريقي مش هيلعب مطشاط حتى لو كان موجود هنا في القاهرة على كل الأحوال يعني طبعاً قصة والحكاية والراية صعبة جداً صعبة على كل حقيقة صعبة على مارسل كولر صعبة على روي فيتوريا صعبة على لجنة المسابعات وعلى ربطة الأندية اللي مش عارف بصراحة هتعمل إيه في الموسم ده موسم صعبة جداً عندك بطولة أمم أفريقيا وعندك ارتباطات أندية في بطولة قرية عندك سوبر مصري بشكل جديد عندك بطولة عربية عندك قصص وحكايات وروايات كبيرة جداً على كل الأحوال خلينا نروح ونشوف النهاردة هنتكلم في إيه؟ النهاردة هنتكلم بالأرقام وبالإحصائيات مش بتاعتنا بتاعت التحاد الدولي للتاريخ والإحصال أين يقع الدوري المصري في ترتيب الدوريات العالمية؟ أين يقع الدوري المصري في ترتيب الدوريات الإفريقية؟ عشان نعرف بس طبيعة المنتج اللي إحنا بنقدمه ونشتغل أحسن عشان نقدر نطوره يمكن تكون فكرة الإمكانيات المادية مش في صالحنا لكن في حاجات كتير جداً جداً ممكن تبني عليها عشان تاخد بيها الدوري المصري وتطلع لفوق فما فيش حد يفكر في يوم الأيام بأي شكل من الأشكال أن يحطك أساساً معاه في موضع مقرد تفاصيل أكتر هنتبحها مع حضراتكم بس خلونا نبدأ حلقاتنا في فاصل ونرجع ندخل في أهم أخبارنا النهاردة طبعاً المقصود هنا بخسارة الدوريات هي خسارة الأندية نتيجة موسم الانتقالات من بيع اللعبين وشراء اللعبين ونتوقع أنه أرقام اللي انتم شفتوها لأنه داخل فيها طبعاً الدوري القطري والدوري السعودي دوري السعودي اعتقد مرتبة لتانية بأرقام كبيرة جداً صعب تعودها نتمنى أن يكون في استفادة بقى على المستوى الفني يتعوض الخسارة المالية الكبيرة جداً سريعاً جداً خليناً أقول لحضراتكم قايمة لعبتنا اللي سفرت النهاردة ووصلت بسلامة الله للنمسا القايمة ضمت 33 لعب محمد شناوي مصطفى شوبير حمزة علاء مصطفى مخلوف حراسة مارمة خط الدفاع معلول ودبيس وعبد المنعم وياسر إبراهيم ورمي ربيعة ومعتز محمد ومتولي محمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح خط النص عمر السلية ديانج إمام عشور مروان عطية أحمد نبيل كوكا محمد فخري طهر محمد طهر رضا سليم حسين الشحاة عبدالقادر أفشا كريم ندفد ورقفة خليل محمد دوي كريستو ومحمود كهرباء وصلاح محسن وبرسيتاو وزعلوك دي قائمة الفريق اللي وصلت النهاردة بسلامة الله للنمسا وهبدأ كلامي مع ديوفي حمد الشناوي نادر شبانة محلل الكرة العالمية اللي بيشرفونه النهاردة في أسدسة بمعسكر النمسا وحابب الحقيقة يعني أهني لو وصلت التهاني للنمسا لعابة الأهلي اللي فازوا الحقيقة مبرح في جوائز الأفضل والقامات الكبيرة طبعا اللي تم تكريمها على هامش تحتفال بفوزهم بجوائز الأفضل وخصوصا حسين أنا متعاطف جدا مع حسين الشحات لأنه حسين من أول يوم لبس فيه تيشرت الفانينة الحمرة وجماهير النادي الأهلي حطت عليه عبق كبير حملته مسؤولية كبيرة جدا لكن الموسم الأخير ده تحديدا حسين أثبت بما لا يدع مجال الشك أنه أي حد شك فيه في لحظة من اللحظات أي حد قلل من قدراته في لحظة من اللحظات كان على خطأ وكان واحد من أهم لعابة الأهلي الموسم اللي فاد ده ونتمنى إن شاء الله أنه يواصل بنفس المستوى في الموسم الجديد وبتهالي جازة دي كمان هتفرق من ناحية المعنوية مع حسين بشكل كبير جدا ويتعويد عن فترات كتيرة تعرض فيه حسين الشحات لهجوم ممنهج أو غير ممنهج دي قصة تانية لكن الحقيقة أثبت جدارة وكفاءة كبيرة جدا في التعامل مع ده وحوله للدوافع قدر بيها يثبت أنه الحقيقة أفضل على مستوى الكرة المصرية في الموسم الأخير أرحب بقى بحماد أبنادر اللي يستحملوني في المقدمة الطويلة دي حماد أبنادر مساء الخير وأهلا وسهلا بيكون في السادسة زيك أحمد أنا مبسوط طبعا أنا موجود معك كالعادة يعني مبسوط جدا أنا معك تنور الدنيا دائما نادر أهلا وسهلا حبيبي حبيبي أبو حبيبي كله تمام الحمد لله شايفين الأول خلينا نتكلم على حفلة الجواز والتكريمات مبارح شايفينها إزاي وشايفين وإحنا بنبتدي موسم جديد تقييمكم لها إيه من ناحية الموضوعية والاختيار ده نمرة واحد وتأثيرها إيه من ناحية البداية النهجية في بداية موسم جديد حمادي بصراحة أنا شايف يعني 90% بصراحة منطقي يعني أتكلم على حسين الشحات فعلا من أفضل العيبة الموجودة في الدور المصري ما كانش الأفضل أتكلم على مروان عطية أفضل الارتكاز 6 في مصر بشهد الجميع محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومبلوله طبعا لعب الاتحاد السكندري لا القايمة فيها موضوعية ولكن أنا عايز أتكلم شوية عن حسين الشحات لأن القصة قصة درامية شوية أنت في بداية السيزون أنت كنت احتياطي الجمهور ما كانش راضي عنك أداءك ما كانش كويس لأ أنت كنت كمان بديل لحد ما هواش أساسا جناح فالقصة أو الناس عموما حست أن حسين لا هو مش موجود في حسابات مرسل كولر السندي وحسين كما ممكن يمشي آخر السيزون لأن فعلا الوضع كان ضبابي خالص ولكن حسين كعادته يعني هو لعيب بيصبر ولعيب كاتوم وقدر أنه هو يشتغل ويطور نفسه وبقى موجود في قيمة مرسل كولر وبدأ من احتياطي الأساسي اللي بقى نجم النادي الأهلي وهو فعلا حسين من أكتر لعيبة اللي أثرت في الموسم متى النادي الأهلي السندي هو حسين والأول مرة في تاريخ حسين أن حسين يقعد موسم كامل أداءه ثابت يعني حسين من ساعة مجال النادي الأهلي هقولك على القصة دي يعني حسين في الأقطات كتيرة جدا في موسم كتير يمكن يعني أظهر من الإمكانيات اللي أكد لك أنه لعيبت إيه ولعيب في المطشط الصعبة لما تحتاجه تلاقيه لكن كان دايما المشكلة عند حسين أنه الأبسان داونز كتير لكن السندي فيه من أول ما مسك في الحتة دي ورغم أنها برضو ما كانتش حتته يعني هو كان دايما بيتوظف ناحية اليمين راح ناحية الشمال معرفش يمكن ديه خدمته أكتر عشان هو بيلعب برجل اليمين لكن كان فيه ثبات في المستوى من أول ما جات له الفرصة لغاية ما فنش السيزة على فكرة آه فكرة النقله من ناحية اليمين لناحية الشمال دي فرقت مع حسين الشاحات كتير جدا لأنه لما كان ناحية اليمين هو كان عنده أوبشن واحد بس أنه هو يصنع فرصة ويام العرضية ولكن لما راح ناحية الشمال هو بيلعب في ظهره علي معلول وكمان رجله القوية بقيت جوه الملعب وبقى قريب للمرمى ففرصة أنه هو يسجل وفرصة أنه هو يصنع فرصة بقت أفضل بكتير بقت أوقع وأكتر بكتير فلا هي فرقت مع حسين الشاحات بشكل واضح جدا في مسيرته السنة دي وعشان كده احنا دلوقتي لما بنجي نتكلم على أي حد جاي احنا بنقول مين هيقعد حسين الشاحات تخالم حسين الشاحات ناحية اللي مين الحتة دي بتاعته وسؤال مين هيقعد مين دي صعب أو السنة دي جدا صراحة يعجلكوا فيها كمان شوية خصوصا أن احنا بنبدأ معسكر بسم الله الرحمن الرحيم كولر الأول مرة عنده فرصة وفترة محترمة أنه لعيبة مرتاحة جاية من فترة راحة سلبية كويسة جدا فعنده فرصة يشتغل ويوظف ويوصل فكر بشكل كبير بس خليني يروح لنادر الأول فيه اسم كنت تتمنى أو كنت شايف أنه يستحق يبقى موجود في الجوائز مبارح وما حصلتش أو ما خدش حقه لا أعتقد أنني بطفك مع حمادة في موضوع المنطقية فيه أو الموضوعية في اختيار اللعيبة أنا بس هضيف على الكلام حمادة يعني هو تفضل فعلا وقال كل حاجة عن حسين الشاحات اللي كل مشجع علىه وعايز تكلم فيها بس أنا هضيف عليها بس فكرة أن حسين الشاحات أصلا مر بظروف صعبة الشخصية خارج كرة القدم بعد وفاة والده وفاة والده دي كانت قبل أهم مباراة في السيزن اللي كانت قدام الهلال السوداني اللي كانت في القاهرة في أول أيام رمضان كانت حاسمة جدا وقبل المباراة بأقل من أسبوع كان وفاة والد حسين وكان متأثر جدا بيها ولما شارك في المباراة دي كانت النقطة التحول في موسم حسين بشكل عام لما من بعدها بدأ تشكيل الأهلي يكون السلاسي الهجومي كهربا وبرسيتا وحسين الشاحات كان من المباراة دي بعدما دخل احتياطي وسجل هدفين في الوقت اللي كل الناس كانت شايفة ساعتها زي فعلا محمد حمد تكلم في الموضوع دوت إن كل الناس كان بتكلم من حسين الشاحات بعيد عن مستوى والأبس عن دون اللي كانت بتحصل مع حسين في خلال الموسم اللي فاتت بدأ من المباراة دي حسين الشاحات يكون هو اللاعبا الأكثر تأثيرا في الشق الهجومي في الأهلي وعلى مدار الموسم لحد نهايته هو أفضل اللاعب في مصر مش هنتكلم بقى بأرقام سلبية لكن بأرقام جابت بطولات جابت خمس بطولات في سنة واحدة فشاقة من شاقة وقابة من قابة فحسين الشاحات هو أفضل اللاعب في مصر صحيح قبل ما نروح لمعسكر النمسا معايا خبرين عايزة أسمع تعليقكم عليهم الخبر الأول مرتبط ب تحت جد تحت جد مسؤولين في رفع العرض لضم محمد صلاح مقابل المالي لليفر بول 150 مليون يورو والمقابل المالي لمحمد صلاح 200 مليون يورو في الموسم مساوات بالدون كريسيان ورونالدو في محاولة منهم لحسم الصفقة وعدم الانتظار لمواسم قادمة تتوقع أنه رفع العرض ندر للرقم يعني رقم خرافي في النهاية أنا طبعا يعني أنا لو ما كان هنا سأصمت قليلا يعني أنا لو ما كان إدارة ليفر بول أنا متأكد طبعا أنه إدارة ليفر بول لازم على قلة فكر يعني جمهور توافق بس على قلة فكر لأنه هي عارفة ومدركة تماما أنه رقم الضخم ده مستحيل يجي في أي لعب تاني في ليفر بول في الفترة اللي جاية ومحمد صلاح برضو لازم يعني آه صحيح أنا من أكتر الناس اللي ندت أنه صلاح أتمنى أنه يكامل في ليفر بول لكنه الرقم الحقيقي ممكن يغير في المعادلة مش عارف رأيي ندر إيه جيورجين كلوب في المؤتمر الصحفي بتعييم الجمعة اللي فاتت قال أنه نحن عايزين المركات في السعودية يقفل الديدلاين بتاعه يكون 1 سبتمبر زي دورات الأوروبية مش 20 لأنه هو عارف ومتأكد أن أي لعب هيقدر الأندية السعودية تقدر تغريب الفلوس مش هيقدر يعوضه لأن بعد ما الأندية السعودية عندها لحد 20 سبتمبر فهم لو لعبوا على حادة أنهم خدوا صلاح في خلال 3-4 تيام اللي جايين اللي هم نهاية المركات في أوروبا ليفر بول هيبقى عنده صعوبة في أنه يعوض محمد صلاح هنخرج شوية من حادة محمد صلاح وارجع لك تاني هما لما كان في منشستر سيتي كان عندهم رياض محرز ومشي وهو ما كانش لعب أساسي ولما محرز مشي لحد دلآن مش عارفين يجيبه بديله حتى لو كانوا جايبه دوكو حتى لو كانوا بلعبه بالمر في المكان ده مش عارفين يجيبه بديله وده محرز مع كامل الاحترام بس الفروقات كبيرة بين صلاح ومحرز محمد صلاح هنجم الأول لليفر بول والنجم التاريخي لليفر بول والنجم اللي جاب البريمير ليج لليفر بول فكرة ان انت بتعرض كمان في السن اللي هو عنده 31 سنة لعيب انت جايبه 35 مليون سترليني في 2017 جاب لك كل البطولات الممكنة اللي شارك فيها جاب لك عوائد مالية ضخمة ما كونش متخيل انها كانت ممكن تحصل والأهم من كل الكلام ده انك انت لو جيت بيعت محمد صلاح وعنده 31 سنة بالمبلغ ده فانت بتقول ممكن يكون فعلا ليفر بول بيفكر انا اكاد اجزم ان ليفر بول بيقنع محمد صلاح ان هو يقبل بالعرض انا يورجين كلوب لما طلع واتكلم في المؤتمر الصحفي احمد انا متأكد تماما ان دي رغبة يورجين كلوب مش رغبة النادي يعني رغبة يورجين كلوب لو انا عايز صلاح يكمل لكن رغبة النادي مستحيل هيجي المبلغ ده لمحمد صلاح ده قبل ما يترفع على 150 مليون فالنهاردة سي بي اس الوكالة البريطانية قالت ان فعلا الاتحاد السعودي قدم عرض ب150 مليون والراتب سيباك من ان الراتب بتاع محمد صلاح كده كده يعني السعودية مؤخرا بتصرف ببزغ كبير على اي لعب علشان يضموهم علشان طبعا الوجهة اللي بيلعب عليها مؤخرا ولكن ليفر بول نفسه مستحيل هيلاقي المبلغ ده يجيله في محمد صلاح تاني يعني مهما كان شاء امن شاء وقبا من قبا يعني شايف ان الصفقة ممكن تكون قريبة انا شايف ان هي محدش هيقدر يلوم صلاح لو رفض محدش هيقدر يلوم ليفر بول نفسه لو رفض وانا لعب عام دوحة 30 سنة وحقق لي كل اللي انا عايزه وعمل لي كل حاجة الا بس لو محمد صلاح علشان طبعا رغبة محمد صلاح الاساسية مؤخرا هي الفوس بالبالندور فانتقال للسعودية من الاسبوع قلت انه مع رحيل رونالدو للنصر ومسي الانتر مايامي وتجميد او حالة التجميد بتاعت كيليا نمبابي ورحيل بنزيمة للاتحاد انه طريق مفتوح في فرصة كبيرة قدام صراحة انه اه افريقي اه مصري ودي حاجات بتخش في الحسابات انا عارف بس لا الفرصة النهاردة بقت اكبر بكتير انك انت توصل لبالندور وفكرة انها اوصل لبالندور معتقدش ان يعني تهيق لي يعني فكرة ان انا اخد بالندور معتقدش انها هتتعود بفلوس بأي شكل لا لا مفيش لعيد في العالم هيدرعونها انا متفق جدا مع كلام اللي قاله نادره طبعا في قصة محمد صلاح ولكن هي الفكرة كلها في قصة التعويض والوقت يعني هو العرض لو وصل 150 مليون من اسبوع فات اعتقد ان ليفربول ما كانش هيفكر مرتين وكان هيوافق على العرض بتاع محمد صلاح ولكن نهاردة انت بتتكلم على محمد صلاح بردو يعني مين هيقدر يحقق لي اللي عمل محمد صلاح او يساعدني في الوضع الحالي ان محمد صلاح دلوقتي هو اعتبر هو النجم الاوحد في ليفربول يعني هو محدش بيساعد محمد صلاح في الدوري السنة اللي فاتت محمد صلاح رغم ان الكل كان وحش هو الوحيد اللي كان حلو خيال بقى مثلا لما تشين محمد صلاح اعتقد ليفربول السناني صعب جدا ان هو ينفس خصوصا كمان بداية ليفربول في البريمير ليج السنة دي مش وحشة يعني سبع بنت من ثلاث ماتشاط تعود الوحيد مع تشلسي الفوز الأخير على نيو كاسل يعني يعني يقولك انه ليفربول رجع تاني في المصار اللي ممكن يبقى من الاندي اللي بتنفس على المطولة فانك انت تطلع صلاح من اعتقد كوان الجمهور اصخد بالك حزبة الجمهور دايما دخلة في القصة الحكاية يعني فكرة انه النادي ياخد وخمسين وصلاح ياخد ماتين واحنا ناخد زخليقة بالزبط اعتقد ان دي الوقت هيخلي ليفربول ما يوفقش على العرض طيب الجزء التاني علش برتبط شعب المنتخب واحد بس رأيكم ايه في قصة اللعيب العادة الاهلي ماتشين المنتخب معسكر اثيوبيا وتونس لا الاهلي عايز لعبته شايفين يعني كنت تقول الازمة ملهاش لازمة موسم ما ابتداش وبتدينا بازمة شايفين القصة ازاي وشايفين رايحة الفين صراحة انا مستغرب جدا يعني احنا الماتشين نفسهم اصلا ما لهمش لازمة والاهلي دخل على ماتش صوت هو لازمتهم الوحيدة حسب ما صرح المسؤولين على لسان فيتوريا انه الراجل عايز يكسب الماتشين عايز يضمن انه يكسب الماتشين عشان يحافظ على تصنيف مصر فيخش بطولة افريقيا وهو تصنيف او اصل هو هو بيتكلم على اتنين اللعبة بس هو بتكلم على محمد هاني ومحمد عبد المنه واعتقد ان الاتنين مش هما الازمة في ان انت تكسب ماتش تونس والماتش مش هما الازمة اللي ما يخلكش تكسب والعدد برضو اعتقد ان هو اولوية واهم من ماتش المنتخب طبعا لان كل حاجة محسومة اكيد لو منتخب مصر مثلا هيحسن لا فالاولوية طبعا لمنتخب مصر زي ما حصل قبل كده في كاس العالم وكاس الأمم الاولوية كانت دايما لمنتخب مصر رغم لدى ان كاس العالم وكاس العالم طبعا حدث ما بيتكررش ما بيحصلش في اندية بتتمنى انها تكون موجودة في كاس العالم بس الاهلي برضو فضل وخلى منتخب مصر اولوية واللعيبة راحت بعد ما خلصت البطولة وراحت مع اللعيبة اللي كانت رايحة ولعبنا ماتش منترير المكسيكي من غير الدوليين فاعتقد ان النادي اهلي بيتسهل كتير مع اتحاد الكورة وده الوقت الاتحاد الكورة او منتخب مصر يتسهل مع نادي اهلي في اتنين لعيبة احنا مش بنتكلم في الاسكواد كله موجود مع منتخب مصر وانا سأل سؤال طبعا انا مقدر يعني طول عمر النادي الاهلي لعيبته بتمثل قوامة الاساسة للمنتخب وعارف انه ممكن ممكن انه مستوى المنتخب يتأثر بغياب اللعيبة بتاعة النادي اهلي لكن هو السؤال هنا نادر هو انا لو هلعب النهار ده من غير لعيبة النادي الاهلي في الظروف دي وفي التوقيت ده ما قدرش اختار لعيبة تكسب اثيوبيا وتونس مباروة دي في القاهرة يعني مصر ما فيهاش 14-15 اسم يقدروا يمثلوا منتخب مصر يتبقى مشكلة كبيرة على فكرة دي حقيقة دي حقيقة ده شكل المفروض احنا تبص عليه حتى لو احنا مشجعين للنادي الاهلي وعلى مدى احتياج النادي الاهلي اللي لعبته يعني وزي ما حمده تفضل وقالك انهو هفتنين لعيبة بس القصة كلها مش بأزمة عدد كبير من اللعيبة هتلعب مع اثيوبيا وهتلعب مع تونس على ملعب الدفاع الجوي الموتشين في مصر وما لو تروح تلعب مع اثيوبيا بقى ساند جورج وهتلعب مع مش عارف الاندالة تلعب فوق في الجبال والاكسوجين ومما ساعتها هنبدأ نقول أزمة لكن النادي الاهلي هيكون بحاجة اللعبته بشكل أكبر دي خلاص قصة منتهين منها لكن لما نيجي نبص على المنتخب المصري نفسه وعدم وجود لعيبة تقدر تغطي يعني مثلا احنا محمد عبد المنع عندنا وما كانش موجود أصلا وكان كارلوس كيروش ما كانش اكتشفه أصلا كنا هنعمل إيه ساعت يعني بعد إصابة حجازي وبعد إصابة الوينش العين الخبيرة اللي موجودة في منتخب مصر أكيد حاضرين وانا واثق تماما تمام الثقة في عدد كبير من الجهاز الفانجل أنا بكندلهم كل احترام بكندلهم كل تأدير وناس بتشتغل فعلا على قادة مصاق انهم عندهم البدائر الجهزة اللي تقدر تلعب في الأماكن دي احنا شفنا منتخب أولمبي كان فيه أكتر من عنصر مؤثر في الفرقة يقدروا يكونوا ويدعموا بهم المنتخب المصري شفنا في الدور المصري بشكل عام واللعيبة اللي تحطت في استفتاءات الرابطة كانت موجودة مكان لعيبة من النادي الأهلي تقدر تأثر في المكان ده وتلعب في المكان ده وده ما كانش باستفتاء من الجمهور كان اختيار الرابطة نفسها للعيبة اللي بتجبر الجمهور ان هو يختارها كانت لعيبة من خارج النادي الأهلي طب ما هو يا جماعة طب مش دول ان انتم مختارينهم طب ليه ما بيتبصوش عليه يعني هي قصة عايز اضيف لك حاجة انادر احنا بدل ما نخليها فرصة احنا خليناها أزمة بلعيب يعني سد آن الشمس يعني عندك احمد شناوي صبحي جد في حراسة مارب وممكن تدخل معهم كمان بسام او الهني سليمان مثلا يعني كلهم لعبوا دولي على فكرة كلهم لعبوا دولي عندك احمد فتوح واسامة جلال وعلي جبر ومحمد حمدي وحسين السيد ومحمد حمدي واسامة السيد بير محمدي وعمر كمال عبد الواحد واسامة جلال عندك احمد سامي كل الناس دي لعب عندك مهند لاشين عندك محمد لدبوب كل دي لعب اتعدل مرحبا عندك احمد سيد زيزو عندك صلاح ومرموش ومصطفى محمد ومحمد شريف يعني عندك اطلع لك النهاردة عشرين اسم مرتاح كده كلهم لعبوا منتخب مصر وكلهم لعبوا اساسيين منتخب مصر بزر ما جيت لكش بقى جنب الجديد او جنب المنتخب المنتخب اولمبي عندك إبراهيم عادل عندك فسان عبد المجيد عندك محمد صابر عندك وماشا زي ما كل منتخبات في نهاية معلش انا اسف يعني انت راح تلعب اسيوبيا وانت حاسم بطاقة التأهل وراح تلعب تونس مباراة ودية في أرضك وقص جمهورك فيعني ما فيش حاجة فيها مغامرة او مخاطرة بشكل جديد هي فرصة هي فرصة للعيبة فعلا اللي ما لعبتش دولي بشكل كبير او ما عندهش الخبرة الدولية ان هي تشارك علشان يكون عندهم الفرصة في ان المنشاط اللي جاية نقدر احتاجهم زي ما حصل مع محمد عبد المنع من نفسه اللي الأزمة ممكن تكون بسببه وقت لما كان موجود بطولة العرب كان هو أحمد ياسين وساعتها لما خد الفرصة اصبح محمد عبد المنع من المدافع لأساس المنتخب مصر مزبوط فلازم ان احنا ندي الفرصة للعيبة الشباب دي او اللعيبة اللي ما ظهرتش دولي علشان يكون عندهم القدرة ان هم يشاركوا مع المنتخب المصري في البطولات الكبيرة صحيح وفرصة للراجل كمان يشوف يجرب لعيبة معاه ويبقى عنده معسكر ياخدوا معاه وقت يشتغلوا ويفهموا ودماغوا وشغلوا في نقطة تانية علشان انا حابب يعني الفت ليها الانتباه مش اكتر ولا اقل نقطة الجمهور ازاي بيبص للامور وازاي بيوزنها الناس دايما في المواقف اللي زادي بتقار يعني يعني هتقول لي الاهلي بيلعب كاس عالم فسب لعبته وهو راح يلعب في البطولة مهمة جدا هي الاهمة بالنسبة لجماهيره عشان تقديرا طبعا انه منتخب مصري الاولوية لكن لما ييجي في موقف تاني يلاقي لعيبة نادي منافس في مباراة ما يشبه الاهمية في دور تمهيدي في بطولة دورة ابطال فالمنتخب ساب اللعيبة النسبة بتحس انه فيه تربص او فيه كلب ميكالين كلب ميكالين يعني النسبة النسبة اسمن هنا وده بداي قاعدة جمهارية كبيرة جد صحيح بس واسكى حد في المنظومة هنا في مصر هو الجمهور لأن الجمهور هو اللي واقف من فوق وشاف المصرحية ماشية ازاي طبعا انا لما اشوف المنتخب مصر او المدير الفني منتخب مصر او اتحاد الكورة عموما مش عايز يساعد النادي الاهلي في ماتش سوبر افريقي رسمي دولي كل حاجة بتدل على الاهمية واشوف وقارن السنة اللي فاتت تلاقي مثلا ان لعبت الزمالك لا عادي جدا ان انت ممكن تسيب المعسكر وتروح تلعب ماتش ما هواش رسمي وماتش في ادوار تمهدية دور الاربعة وستين او الدور التمهيد الاول فاكيد لا انا كجمهور للنادي الاهلي احس ان الموضوع كلب ميكالين او الموضوع مش ماشي بمصطرة واحدة فانا اكيد كجمهورات دايق اي وحس ان الموضوع طبعا مش في مصلحة النادي احس ان فيه تعند ضد النادي الاهلي اغير من ان النادي الاهلي هو النادي الوحيد اللي في مصر اللي مش هماره في مصر وهو انه بيحط عالم مصر على منصات البطولات الافريقية والدولية والمحافة العالمية زي كسلعالم Warriors فليه التعند ضد إدارة النادي اغير حياه الصورة توصل لجمهور الكرة في مصر أين كان انتماءه إيه؟ إنه المعاملة فيها مساواة أو فيها عدالة. اتحاد الأفريقي داس علينا في مصر. داس علينا أندية ومنتخبات. ده إحساس برضو بموقف وراء الثاني وراء الثالث تنادر. بقى نحس إنه لا ده فيه يعني زي ما احنا بنتكلم هنا داخليا إنه ممكن شوية الدنيا تبقاش ماشية بتوازن. لا الاتحاد الأفريقي في كل مواقفه مع منتخبات مصرية وأندية مصرية بتحس إنه ما بيحطش اعتبار للكرة المصرية. يعني بتتكرر في مواقف كتير جد. وتكررت في مواقف كتير جد. دي حقيقة. دي حقيقة يعني حقيقة واضحة وضوح الشمس. مش محتاجة إن حد يشير إليها ولا محتاجة إن حد يقول إن هي بتحصل. لكننا نحن لما نجي نبص الموضوع أصلا من جانب تاني. لأنه السبب الأساسي في المشكلة لا في كوريا ولا كله. الموعيد اللي تحطت. نفسه بالضبط لما أهمش تماما إن في بطولة أفريقيا شغالة في وقت كاس العامل عندها اللي هيبدأ مع بطولة أفريقيا. وهمش تماما إن دوري أبطال أفريقيا مفترض يبدأ في نفس معادة مباراة السوبر. يعني الاتحال أفريقي هو اللي بينظم بطولة دوري أبطال وهو اللي بينظم بطولة السوبر. هذه القصة هي دي المشكلة الأساسية اللي بنعني فيها فيما يسمى بالاتحاد الأفريقي لكورة القدم. هو مسمى فقط ولكن في النهاية هو حتى القائمين على الاتحاد الأفريقي لكورة القدم. أو الناس المسؤولين في الاتحاد الأفريقي لكورة القدم هم مجرد أدوات. لأن دلوقتي جاني إنفنتين هو المتحكم الرئيسي واللي بينسك خيوط سيطرته على الاتحاد الأفريقي. موضوع السوبر ليج كل أوروبا اللي كانت رفضاء وكل الناس اللي كانت رفضاء. أكيد شفنا المظاهرات اللي كانت من جماهير الأندية نفسها والأندية اللي انسحبت. مجرد نتعرض على الاتحاد الأفريقي سمعا وطاعا. حور كاس العالم اللي كل سنتين المكترح. فارق كبيرة بين اليويفا وبين الكاف. أكيد 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 أريد ديك أمثلة. هنا أنت بتعاني قرية قارة فيها كل المشكلات اللي أنت عايز تشتغل على حلها وعلى تطويرها. ما فيش موارد دخل. ما فيش أي اختلاف على دخل. بتكلم في قصة. فبالتالي بالنسبة للاتحاد الأفريقي دي حاجة عظيمة. بزرطة كفلوس وتدعيم. الكلام ده يعني ما بوصش. اللي أصدد يا أحمد أنه ملوش موقف. ملوش موقف سابت وملوش موقف محدد. يعني حتى موضوع كتراح كاس العالم اللي كان كل السنتين. اللي كان المكترح السعودي. اللي أرسن فينجر كان هو المتولي. كل القرات رفضت إلا أفريقيا. ساعتها كان في مشروع الهدف اللي كان هنا في القاهرة. وكان جياني إنفنتينو موجود مع باترس متسبي. بقعدين بيشربوا شيء. قال له احنا عايزين كاس العام كله سنتين. قال له يالله بينا. صباح الفل. لكن مش بقى النحية الثانية فيه أصلا بنرجع الأول. وبنعمل بياناته. اتحاد الأفريقي ما أصدرش بيان ساعتها. بيرلويجي كولينا رئيس الاتحاد. رئيس الحكام في الكاف. هو مش أفريقي. مع كاميرا يحترام أنه حكم كبير وكل حاجة. في أكتر من حد جوه الاتحاد الأفريقي مش أفارقة أساسا. وبيتحكمه بشكل كبير جدا في الاتحاد الأفريقي. لأنه هو يعني أي حد زي ما تقول كده. يا عايزين يدربوه. انزل روح الاتحاد الأفريقي تدرب لك. سنة سنتين وبعد كده تنجح. بجانب كمان بقى عشوائية القرارات اللي بتتاخد. عشوائية القرارات المشاكل اللي بتحصل في المنشاط. إحنا من إمتى بقى نروح نلعبنا بره؟ غير لما كان لازم دائما بنواجه مشاكل. في إساءاء بقى المبارنة في سنة بتقامشف معادها. الشغب الجيد. ده ده حاجة تانية طبعا. ده حاجة تانية. المشكلة إنهم ما يخترعوا الأزمات اللي تحب الأفريقي بيخترع. مش ضار في دول المجموعات. ده ممكن. بالضبط يعني ده دوري درجة تانية السعودي في فار. ده دوري درجة التانية في دوريات سعين السعودي. دوري دي، مش على الخريطة. في دورة أبطال أفريقيا اللي بيشارك كاس عامل الأندية. بالضبط اللي عنده أصلا فيه أكثر من نادي عنده مدليات في كاس عامل الأندية. أكثر من نادي الأهلي طبعا. فمش منطق إنه إحصل كده. مش منطق إنه إليك كل مرة تهمش الأندية المصرية. نستمر لسه على الجزء المحلي من الأزمة. لأنه وارد جداً لو حلت الأزمة مع فيتوريا ما تحلقاش مع منتخبات جنوب أفريقيا منتخبات تونس منتخبات مالي والتلي أنت بتتكلم على العيبة بحجم معلول بحجم ديانج بحجم بيرسي تاو ممكن جداً يبقى مش حضرين يعني بتهد الحقيقة فكرة مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في البطول طيب يعني مش هاخد وقت كبير في القصة دي ما نشوف أو خلينا نشوف الأيام أو الساعات اللي جاية ممكن يكون فيها ايه تعالوا نروح لرحلة النمسا مع بعض الأهلي خلاص قبق قوسينا وقدنا من بداية الظهور خلينا نقول بداية الظهور يعني احنا شفنا النهاردة طبعا لقطات وصول البيعصة للنمسا أول فترة أول مرة من فترة طويلة أوي يا حمادة نشوف الأهلي في معسكر خارجي السنة اللي فاتت يمكن كان فيه محاولة أعتقد كان هولندا تقريباً أو كده بس ما تأمنتش يعني السنة دي بنشوف الأهلي في النمسا إيه اللي مستنيه من معسكر النمسا وإيه اللي منتظر تشوفه في شكل الأهلي اللي إن شاء الله يظهر في المباراتين خلال تعجده منك والله فكرة المعسكرات دايماً للمدربين هي اللي بيتحط فيها حجر الأساس للسيزون يعني حجر الأساس بقى سواء البدني الفني التكتيكي الخططي كل حاجة على المستوى الجماعي بتتحط في المعسكر ده وهي بتبقى فرصة إن أنا أحط أو أدرب اللعيبة بتاعتي على أفكار معينة بحيث إن أنا أطبقها بعيد عن الضغوط وعن المكسب والخسارة يعني أنا لما معمل ماتش ودي أو ماتشين وديين إن أنا أشتغل عليهم دي فرصة ليا إن أنا أغرر دي المدير الفني طبعاً أنا عايز أشوف الفرقة بتكسر الدنيا يعني أنا كجمهوري يعني يعني طبعاً مدير الفني طبعاً ويمكن أنا فاكر السنة اللي فاتت كان مش حابب حتى إن الجمهوري يشوف المتشاط بالضبط عشان هي عشان فكرة الأفكار يعني هو الراجل مش عايز أفكاره تتحرق من الأول لا هو أنا عايز إن أنا أجرب الأفكار بتاعتي بعيد عن مكسب الخسارة لأن المدرب في المعسكر اللي إعداد فهم ما بيفرقش معاً إن أنا كسبتها وإلى أخسرت على قد ما بيفرق معاً إن أنا الأفكار بتاعتي اللعيبة بتنفذها إلى أي مدى يعني اللعيبة أطقنتها ولا لا اللعيبة محتاجة تضرب عليها ولا لا لا اللعيبة مش مدركة أصلاً مدير الفني فهو بيبقى محتاج إجابتها من خلال المرش أو المرشين الوديين اللي بيتعملوا في أي معسكر سواف مصر سواف النمسا سواف أي مكان فالمكسب بتاع المعسكر بيبقى من البداية إن أنت بتحط الحجر الأساس للسيزون ودايماً الأداء بيبقى تصاعدي تصاعدي إن أنا رايح معاً أفكار اللعيبة مثلاً نفذتها بنسبة 60% في بداية السيزون لا بعد 70% بقى 80% بقى 90% بقى 100% زي ما حصل السنة اللي فاتت إحنا شوفنا مستوى الأهلي كان دايماً تصاعدي وفيه ثبات ليه؟ لأن أنت بدأت صح واشتغلت صح اللعيبة رايحت معسكر إعداد الموسم بدأ معاك تدريجياً إن هو عارف أنت رغم أنه ملحقش يشتغل بصبب برضو يحاول يطبق نظام اليوم الواحد في الأول شوية لكن ما كانش عنده الفترة اللي موجودة زي السنة دي لا وفعلاً هو ده في فرق إما بين السنة دي والسنة اللي فاتت في قصة الوقت اللعيبة رايحت اللعيبة خدت معسكر بتاعها اللعيبة كمان عندها التدريج في المستوى إن أنا هبدأ الدوري مش هبقى عندي مشكلة الأمور مش تبقى مشتدة هبدأ كمان عندي كاسة العلمة أندية في شهر ديسمبر عندي كمان دوري أبطال لسه هبدأ في شهر اثنين فالأمور لحد ما أنا أجيب البرايم بتاعت يعني نسخة البرايم من الفرقة أنا عندي وقت عندي وقت ومتاح لي وقت وبرضه فكرة أنه معا أنت بتكلم تسع العيبة يعني تسع العيبة دخل في سكواد الأهلي السندي ده غير حراس المر أنت بتكلم على ريدا سليم وإمام عشور عودة ندفد عودة صلاح محسن عودة كريم وأكرب والثلاثة الشباب معتاز محمد وزعلوك وزعلوك واعتقد في اسم ثالث كلمة دب بيس برضو كلمة دب بيس 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 في النهاية برضو أنت بحتاج فكرة الانسجام بزد الصفقات الجديدة أو العودة من الإعارة صلاح محسن بالنسبة له صفقة جديدة يعني هو تفرج عليه ممكن في الدولة لكن ما اشتغلش معي نفس الحكاية بالنسبة لندفة برضو فبالتالي أكيد فيه جزء مرتبط بأنه الناس دي تخش في الطريقة أو في الاسلوب بتاع مارسل كوليب دي حقيقة وده هتفرق يعني موضوع فترة الاعداد أصلا فكرة أنه ما كانش موجود في مصر من شكل بقى لنا حوالي بتاع عشر سنين موضوع فترة الاعداد اللي بيكون في خلال فترة الصيف تحديدا اللي قبل بداية السيزن زي ما فعلا يعني تكلم حمالة عن القصة دي بجانب موضوع الانسجام نفسه لا يكون مع اللعبة بجانب موضوع المعسكر الواحد بالنسبة للعب المصري دايما كان بيكلم عنها كابتر حسن شحاتة يعني طيب الله أبقاط احنا ايه حاجة مجمعة بتفرق وطولة مجمعة بتفرق معسكر مغلق وكده الكلام ده بيفرق قوي مع اللعب المصري بشكل عام وكمان مع موضوع المدرب المساعد الجديد اللي جايب للراجل من سويسرا بريندر الراجل ده أكاديمي جدا أكاديمي وبيشتغل كمان على اللعيبة الشباب بشكل كبير سواء في جراس هوبر سواء مع بازل وسواء لما كان مساعد لي وكان في نفس الوقت اللي كان مساعد اللي كولر فيه في 2018 2019 كان في نفس الوقت هو رئيس قطاع الشباب في فريق بازل بشكل عام هو جاي للشباب بس ولا جاي يعني لا لا هو جاي بشكل عام مع كولر في الجهاز الفني أنا فاهم لا أصلا ده هو مختص بالأمور الفنية أكتر وجاي يشتغل مع العيبة بشكل تصني هو مجرب أكاديمي جدا أكاديمي من الدرجة الأولى يعني اللي تقال عنه أنه كمان جاي يشتغل على حتة تطوير النواحي الهجومية لا هو مش هجومية بس لأن دي مغلطة انتشرت هو مش جاي يشتغل على النحية الهجومية بس لأن فيه ناس قالت أنه يضرب المهاجمين بس بالزبط لكن لا هو جاي يضرب الكل لأن إمبارح كان بيشتغل مع معتز ومع كريم ومع زعلوك التلاتة صحيح التلاتة شباب ولكن هو جاي يشتغل مع الكل وهو جاي عشان الأمور الفنية ويشتغل بشكل تقني فقط مع العيبة ده أعتقد أن دي من أهم الحاجات اللي أنا كنت باتمناها أن يكون فيه حد موجود في الجهاز الفني النادر أهلي مسؤول فقط على التطوير الفردي أو التقني مع العيبة في مصر قليل فطبع المستوى قليل والدنيا كلها شاعة بعض ليه ما خليش اللي عندي فارق عن اللي موجود عندي غيري بمعنى أن أنا أستثمر في اللعب اللي عندي بدل ما أروح أشتري حد هو أصلا مستوى قريب عن اللي عندي فهي دي الفكرة أن أنا دلوقتي بقى عندي أربع مديرين فنيين موجودين في الفرق أربعة طبعا كابتن سامي والاتنين مساعدين بتاع كولار بحد ذاته فالأربع مساعدين هيشتغلوا مع الفرقة بشكل أكبر وأوسع أنا عندي حد مسؤول مختص على التطوير التقني الفردي مع العيبة عندي حد شغال مع الأمور الفنية عندي مرسل كولار هو رئيس الجهاز كله فده هيفرق جدا طبعا مع النادر أهلي في الموسم الجديد ودي اللي ممكن تخلي النادر أهلي نقدر نقول عليه إن فيها تطوير تقني بمعنى أنا العيبة عندي مثلا فنفترض أنه صلاح محسن عنده مشكلة ما فأنا همسك اللاعب ده أنا هشتغل معاه في الجزئية دي بحيث أنه بدل ما هو 60% منها لأ أنا أشتغل على 80% وكل ده هيبقى تحت وفي السياق النادر أهلي فبدل ما اللعيب يروح يتمرن بشكل فردي مع المدرب برة خارج عن السياق البدني والفني عن اللي محتاجه منه كولار كمان ولي محتاجه منه كولار لأ أنا مرسل كولار هيجي يتكلم مع المدرب ده هيقول له مثلا أنه اللاعب ده عنده مشكلة مثلا في العرضيات فأنا روح أشتغل مع اللاعب ده في العرضيات أحسن ما روح أشتغل مع حد برة ممكن يعمل لي أصلا شغل بدني زيادة يخليني ممكن يجي لي شد يجي لي أي حاجة ممكن كمان يمراني غلط وكمان بيفتقد للسياق السياق يعني هو بيقول له مثلا المنظومة يبقى الجزء من جزء من المنظومة وتحت أشراف مرسل كولار هيا دي الفايدة ونسبة كلام حمادة أنا النهاردة طبعا يعني عندنا ملك الأرقام والإحصائيات طبعا منصف مجهزنا في القصة لأن الأهلي بيشتغل على ده من فترة طويلة يمكن النهاردة مرسل كولار بيطور الطريقة والأسطوب اللي بنشتغل بها على القماشة اللي موجودة عندك وفي ظل الظروف اللي إحنا بنمر بيها أو العالم كله الحقيقة بيمر بيها على المستوى الاقتصادي في ظل ارتفاع أسقف التعاقدات جنب مننا مش بكلمك على أوروبا نهاردة السعودية الإمارات قطر ممكن الأندية بتاعت الدول دي بتنفسك بشكل كبير جدا على المواهب اللي طالعها في أفريقيا فبالتالي لازم تبص بشكله وبقى خلصوا المحلي خلينا نشوف مع نادر كده قائمة الأندية المصرية اللي بتمتلك عدد من اللاعبين اللي طلعوا من خطاعات ناشئينها من بداية مشوارهم ونشوف كمان وإحنا بنشوف العدد لأنه مش بس العدد يهمني كمان تبصوا على القيمة التسويقية لولادي النادي للنهاردة بقى تقومتهم أو سعرهم في السوق بيمثل إضافة كبيرة جدا استثمار تقدر تقول عليه من العدم من الشيء قدرت تخلق صار واستفدت بيها على المستوى المدلي وعلى المستوى الفني فضل دي حقيقة نحن نجينا بصينا هنلاقي أن الأهلي الزمالك بـ 15 لاعب من الأكاديمية ولكن القيمة التسويقية 4-75 مليون ولكن الأهلي بـ 14 لاعب 10 مليون 10 مليون يورو باتفاق على الإسماعيلي اللي بـ 750 ألف يورو بس بين 13 لعيب المصر ستة 600 ألف وأخيرا بيرامدز ثلاثة بـ 825 لكن لما هنيجي نبص أصلا على النادي الأهلي نفسه والسسمار ممكن تجيبوا أن قيمة النادي الأهلي بقى هتلاقي أن في هتلاقي فيه لعيبة حاليا هم من القوام الأساسر الفريق أبرزهم طبعا محمد الشناوي حارس المرمى محمد الشناوي سسمار العنصر البشري في محمد الشناوي سواء في أنك أنت لما خرج من الأهلي وتقلق وعودة محمد الشناوي من جريد دلوقتي القيمة تسوكالي محمد الشناوي 52 مليون محمد هاني رمي ربيع دي نصف يعني 2 ونصف 2 ونصف محمد هاني دلوقتي هو الرايد باك الأساسي بتاع النادي الأهلي بقى له أكتر من 5 سنين مثلا رمي ربيع كريم ندفد أكرم توفيق عمار حمدي كل دي نحن بنتكلم في مبالغ الأهلي بزي ما أنت قلت وتفضلت يا أحمد من العدم والإساسمار في العنصر البشري رقم واحد محمد عبد المنعم وبعد عودته من جديد من فيوتشار محمد فخري عبد المنعم دا لو كنت بتشتري يعني في حالة التواهج دي ما كانش لعيب من ناشئين النادي الأهلي وراحت تشتري كواليتي محمد عبد المنعم صفقة ممكن تكلفك كان ده طبعا مبلغ خرافي ده اللي حصل من الصعبية وده اللي جات له من الصعبية مبلغ خرافية ولكن هو فضل البقاء والنادي قال فضل التمسك بي كل الكلام ده بيحصل يا أحمد إحنا لو جينا بصنا لتشيلسي بغض نظر عن ما يحدث في تشيلسي مؤخرا وقت أبراموبيش تشيلسي كان في الموسم الواحد كان بيخرج ما لا يقل عن 25 أو 26 لاعب في الأعراض عالش أنا عايز أكمل معاك القايمة لو ممكن ترجعونا للجزء تاني إحنا قلنا نص ولاد النادي لاعي ممكن المعلومة دي قلنا الشناوي طبعا حمد هاني رامي ربيعة وكريم دفيد وأكرم توفيق عمار حمدي أحمد عبدالقادر محمد عبد المنعم محمد فخري كريم الدبيس وأحمد كوكا أحمد نبيل كوكا ورقفة خليل ومصطفى شبير وحمز علاء حالية لو جينا بصنا هنلاقي أن أكتر من 90 أو 95 في الماء من اللعيبة دي من القوامل الأساسي للفريق إحنا مش بنتكلم في اللعيبة مجرد أن الأهل في منهم على فكرة برضو عشان زيادة في التوضيح في لعيبة ما بدأتش في قطاع النشئين لكنها جات للأهل في سن صوهر يعني حمد فخري أكرم توفيق أعتقد جم أكرم توفيق من الانبي أو محمد فخري من المحلة بالظبط حمد فخري كان أغلى ناشئ ساعتها في مصر بالظبط فده ده اللي يدل على أن أنت ماشي صح جدا في موضوع قطاع النشئين ماشي صح جدا في موضوع الاستثمار تحديد في قطاع النشئين وده زي ما وكلك بيحصل في أوروبا بشكل طبيعي وبشكل عادي لا ده حصل عندك إجباري دلوقتي دلوقتي آه بشكل مزاجك قصبا عنك فعلا مؤخرا وبعد التفرة اللي بتحصل في المركات والاستثمار والأرقام والدلائل والإحصائيات وفعلا يعني زي ما تفضل محسن ومنصف وقابلنا الإحصائيات دي ده بيدل على أن فعلا النادي الأهلي بيسير في الاتجاه الصحيح في الحال الأرقام هاي اللي بتقول مش إحنا أنا ما حالش فينا هو اللي بيتكلم وده مرتبط كمان بقى لأياتسو يعني تعالوا نبص كده مع حمدا على المحترفين الأجانب اللي هيزهاروا السنة دي في كل الأندل اللي بتشارك في الدوري لأول مرة في بطولة الدوري المصري ونشوف قيمتهم التسويقية وتوقعات أو رؤية بقى حمدا ونادر للصفقات دي ومين ممكن يكون الصفقة أو أهم الصفقات بشي عايزوا الصفقة الأهم أو الصفقة الأبرز لكن أهم الصفقات اللي عندكم عليهم وتابعوهم وهل فعلا الأسماء دي ممكن تمثل إضافة للمتعة واحد طبعا اللي تمنا كجمهور وللقيمة الفنية للدوري المصري في الموسم الحالي تفضل الحمد طبعا على مقدمته طبعا إردا سليم ده الأول مرة يزهر مع النادي القالي وفوص الماسيالا اللي هو ده جاي من تنزانيا وعندك جوبة أوكي وعندك بيكلي مش شيملس بيكلي لا أهو واحدة تاني ديمبو كل دي أسامي أنا لافت نظري فيها حاجة واحدة بس هو أنهم معدل أعمارهم صغير جدا أي أن معدل أعمار صغير دي من أهم الحاجات اللي بالنسبالي بتدول لعلنية الأمضية فستو المعيلي 29 سنة هو الوحيد ده طبعا هدا في الكونفيدرالية بالزبط والتاني واحد هو 27 سنة 27 سنة بجوبة يقول له بقى 19 و20 و22 و24 سنة منين يعني الأسواق اللي توجهت لها الأندية المصرية حمالك الأسواق مختلفة هو تغير أو التعجه تغير بالنسبة لأندية في مصر هو تغير لأن احنا شفنا بفاصلا هتلاقي فيه من تنزانيا هتلاقي فيه من نيجيريا هتلاقي فيه من الدرجة التانية في أسبانيا من الدرجة التانية في إيطاليا هتلاقي كمال في مقدونيا فالسوق متنوع مختلف يصير النية واحدة إن أنا أبجيب لعب صغير في السن إن أنا أستثمر فيه وبيعه ده النية الواضحة الصريحة جدا من الأندية اللي شارعي على اللعيبة ده فيه اتنين لعيبة جايين من فرقة شباب بتاعت طوال فرنسي بزرق اتنين فرقتين جايين وطبعا مع صلاح باشر اللي جاي طبعا من الدرجة التالية في إيطاليا كان في إيطاليا في إيطاليا فالنية زي ما قلت لك إن أنا أجيب أن أنا أستثمر لعيبة وبيعهم في المستقبل ده الهدف أتمنى أتمنى إن الهدف بتاع الأندية دي يتحقق لإنه طبعا ده هيعود بالنفع على الدور المصري وعلى فكرة البيع والشراء في السوق المصري السودان ده احنا جايبين في من السومال في فترة لا من دي المريخ السوداني المريخ السوداني هناك كامبالي بالزبط جاي من المريخ السوداني لفريق عدل العمار عدل العمار لا فكرة النظر عمار صغير طبعا يجيب من الجابون كمان وأغلابهم على فكرة برضو بملاحظة اللي حصلنا أغلابهم في ترانسفر يعني أغلابهم جايين جايين فريئجن 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 فهو الحتة الثانية برضو بحتة الوكيل بتاعنا أنت كواكيل نبقاش كل هدفك أن أنا ألبس النادي بجرعة الكورة لكن أنا هدف أن أنا أجيب لاعب أحطه في بيئة مناسبة أو متناسبة مع إمكانيات اللعب عشان اللعب ينجح وأن أنا يكون عندي وجهة نظر فنية أو أن أنا كواكيل يكون معايا حد فاهم في الحتة الفنية أن اللعب ده إمكانياته تظهر مع النادي ده مش أن أنا أنا باعت خدت العمولة بتاعتي فأنا بالنسبة لك كده الأمور بقت منتهية حاجة كمان أن أنت جايب اللعيب أنت مش بس أن أنت بتودي النادي أنت برضو بتساعده على المعيشة في مصر معنا كل أمور لأنه لو ما ساعدتوش في الحتة دي هو مش هينجح لأنه مش عارف هتعايش وهتعامل مع الشرع الوحيد وإحنا بنشتغل بالطريقة دي في مصر يعني الطريقة اللي بيكمل عليها حمادة فكرة الإيجنت اللي هو يبقى مسؤول عن تطويرك عن أسلوب حياتك عن تغذيتك عن ظهورك الإعلامي عن تصريحاتك عن تعلمك للغات فكرة الوكيل ده موجودة هنا في مصر يعني نحن بنشتغل ما أعتقدش موجودة في مصر في عدد كبير يعني يعني هتبقى النسبة لا تذكر في اللي موجودين في مصر مش القعدة يعني لا لا البداية اللي اتكلم فيها فعلا الوكيل نفسه بمجرد أن أنا بلبس النادي أو مش بلبس النادي عشان نبقى أوضح بشكل أوضح يعني أنا عايز أخذ عمولتي من النادي برا عنها يا حاجة قصة قصة سمسرة أكثر منها وكالة فبالتالي أنا مش ببص الموضوع على محمل أن أنا همي على اللاعب احنا شفنا يعني مينو الريولة يعني الراحل مينو الريولة أشهر وكيل لاعبين في العالم قيمة نجاح مينو الريولة هو أو مندز هي أنه بيشتغل فعلا على اللاعب نفسه نجاح رامي عباس حاليا بعمحمد صلاح إنه بشتغل على اللاعب نفسه واللي إنت قلته ده بالظبط أو هل هو قاله بالظبط يا أحمد هو ده أنت بتلعب على اللاعب نفسه أو بتدور على أن الوكيل بتاعك أو اللاعب اللي أنت وكيله لازم توفر له كل حاجة وفي نفس الوقت التعامل ما بينك وما بين النادي يكون أحسن حاجة عشان قاطر أن دي البيئة اللي هتأثر على اللاعب نفسه لكن عندنا في مصر ما أعتقدش أنه ده موجود أعتقد أن معظم الوكل اللي موجودين في مصر خصوصاً أن معظم الوكل اللي موجودين في مصر بقى وكلة يعني أنا بقى لقيت تشوفين بس أنا فاكر هقول لك حاجة نادر مش عافت يعني تفتكروا وترجعوا بالذاكرة معايا لغاية فين بس أنا فاكر أنه في أسماء كتير جداً جات مصر هنا محدش في الدنيا يسمع عنها لعبين محترفين أجاري أوه دي حقيقة محدش يسمع عنهم وخرجوا من مصر هنا جواهر يعني أحمد فالكس في الأهلي إيمانوال أمونيكي جون أوتاكا جون أوتاكا نيجيري لعبة كتير لعبة كتير جداً جداً دوك ودودو اللي كان موجود في سموح دا رايح فرنسا حالي تعالي وباجي حاليين بلعب في الدولف فرنس خارج من الأهلي حتى مع رابط فينا ما كانش مونيك بس اللي زي ما قلت في الفكرة اللي أنا بشتعل على اللعب أنا أهو المشكلة هنا في مصر يوم هو ما بتعملش مع اللعب أنه هو مشروع لهو ما بتعملش مع اللعب أنه هو صفقة فعلاً لأ أنا وكيل وهنا بنشوف ده في مصر أنا وكيل فأنا أشتغل عليك عشان أنت تنجح عشان أنا أنجح أنا وكيلك لأن المشكلة لما اللعب ده بيجي له عروض أو بيجي له حاجات تانية بره مصر أو جوه مصر في ما عندها تانية مع ناس تانية هو بيرفض فأنت متحكم في اللعب بس أنت ما بتساعدوش طيب بالتالي هو مش هنجح الجزء التاني من السؤال وده اللي يهمني بقى السماء كتير قوي طلعت من أفريقيا لأوروبا منهم اللي نجح منهم اللي ما نجحش بشكل كبير لكن اللي ما فيش خلاف عليه هو أنه فيه كواليتي طلعت من القارب ممكن ترجع أنت تدور عليها بعد شوية يعني ممكن أنت تروح بعد كده دوري بورتغالي دوري يوناني دوري بلجيكي دوري توركي تفكر تجيب الأسماع دي تاني اللي ممكن تبقى موفقة شعر فتسمع أرقام فلكيين السؤال هنا قدرتنا هنا كوكلة وكأندية على اكتشاف المواهب دي من قبل ما تخرج لقارة أفريقيا ومن قبل بقى بقى لها سعر فتبقى أنت المحطة الترانزيت اللي تقدر تستفيد من الخامة دي من القماشة دي فنيا سيزن اتنين تلاتة وبعد كده تعيد تصدير زي ما بتعمل أندية شغالة في أوروبا زي آيك سامستردام زي بروسيا دورتموند زي بانفكا البرتغالي يجيبوا الجواهرة تقعد عندهم يستفيدوا بيها تلاتة أربعة مواسم بعد كده تلاقيها الطير زي داروا النونيز مثلا راح من بانفكا ليفر بول بكام بروسيا دورتموند اشتري هالند بكام وضعه بكام حكيم زياش في آيك سامستردام جيت كام وهكذا جود بلينجهام مثلا ومن قبله دامبلي ومن قبله يعني أسماء كتيرة جد فالقصة هنا هل احنا بنشتغل كده عموما في مصر مش بكلم بس على النادي الأهلي وبكلم على وكلة وبكلم على أندية اوه هنا في مصر للأسف ما بيشتغلوش كده احنا ما بنعرفش نعد لأن احنا حتى لو احنا بنعرفش ايه نعد يعني نجهز نعداد يعني احنا لما بنجي نشتري لعب احنا بنجيبو يلعب والله ازه بالزبط كده أكعني برميه في الماء والله عام في خير وبركة ما عامش في خلاص لكن بره هم بيروح بيشتروا مادة خامر بس في منظومة عمل تساعد اللعب انه هو يكون لعب نجم فهناك هتلاقي قطاع مدربين محترم هتلاقي ملاعب هتلاقي اهتمام هتلاقي جانب تعليم هتلاقي كل حاجة فأنت مثلا ايه المنظومة اللي في مصر اللي بتشتغل بالسيستم ده مش هتلاقي فأنت يعتبر انت بتروح تجيب حد بتقوله وريني إمكانياتك والله إمكانياتك كذا فأنت فعلا تستحق ان انت تروح للمكان الفني لكنك بالضبط جاي بحد عايز تسوقه بس انما انت ما بتشتغلش عليه بشكل فردي ما بتشتغلش عليه بشكل جماعي ما بتشتغلش عليه بشكل حتى تعليم القصة القصة مش بس ان انا قصة قبل من هشتغل عليه ازاي يا حمادة هي قصة العين اللي بتعمل سكاو خبيرة يعني العين الخبيرة اللي بتطلع وهو ده السؤال انت ممكن هنا في مصر تبقى بتكتفي عارف عارف فيه مواقع بتاع التوظيف كده عندها مجموع سيفيهات فانت عندك وظيفة خالية فتخش على الموقع تقول لهم انا الله عايز سيكرتير مش عارف ايه او محاسب ايه فايبعتولك شوية سيفيهات احنا غالبا من الطريقة عندنا في مصر اقرب للمنظومة دي انا محتاج مهاجم فاكلم وكيل هنا ووكيل هنا ابعتلي لكن ما عندناش فكرة المنظومة كل اللي عندها الكبيرة انا هنا تقابلت مع ناس كتير جدا مسؤولين بس فيه ادارة اسمها ادارة سكاوتينج وادارة دي فيها ادارات سوائرة فيه ادارة معناية بالسوق الاسيوي ادارة بالسوق الاتين ادارة بالسوق الافريق الناس عادة بتشتغل وبتابع مسابقات وبتحضر بطولات ويبعتوا الناس مثلا تحضر بطولة افريقيا للشباب بطولة فاهم عظمي فامت ممكن يحصل عندنا النقلة دي لانه شئنا ما بين الظروف الاقتصادية حاليا او مش حاليا مؤخرا من الفترة اللي فاتت كمان الترجي التونسي الاندية التونسية او الاندية الجزائرية بتعمل كده من الاندية اللي في افريقيا بتشتغل على انها تعد اللعيبة زي فعلا محمدا تتكلم وبعد كده بيروحوا في اوروبا ويبدأوا ان هم ياخدوا فلوس من وراهم مهما ان كان اللعيب ده هيروح فين كحق ارعاية او كحق كعادة بيع جنراسيون فوت النادي السنغالي طلع لعيبة كتير الاكاديمية اللي عملنا حاليا هم عندهم نادي وفي اكاديمية بشكل عام اعتقد دي اكاديمية معمولة بشراكة مع اندية فرنسية اه 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 معظم اللعيبة اللي بتطلع منها بتروح لفرنسا اه اسك ابيت جان واحد من اندية اللي العملقة في تاريخ افريقيا في حاجة في مالي برضو اكاديمية اعتقد اه فيه في مالي بس متذكر جي ام جي فدي من الاندية اللي بتعمل كده لو جينا بصينا قصلا على اللعيبة اللي تلعت اه اه دي حاجة لعيبة كورة يعني حاليا لو جب بصينا على منتخب مالي حاليا يفيك بصمرة هم مش بتوع بطولات يعني نتعيش اندية في مالية بتنفس على بطولات ولا تلاقي منتخب مالي بينفس على بطولات بس هتلاقي دايما والتي لعيبة طول عمرهم المشروع دايما ان هم يصدروا برداء فزي ما بقولك الفكرة كلها ان الناس دي بتفكر بتشتغل على كرة القدم بشكل كبير بتشتغل على المشروع بتاع الكورة يعني نادي يوفينتوس اصلا دلوقتي عنده دافت ريزي جي واحد من اساطير يوفينتوس التاريخيين دافت ريزي جي حاليا هو السكاوتنج بتاع يوفينتوس في امريكا الجنوبية يعني هم متواجد لو فيه موايبة هناك هو اللي يروحوا يبص عليها معظم الاندية دلوقتي في اوروبا بتعمل كده ديكو حاليا قبل ما كان يمسك في برشلونة ديكو كان سكاوتنج قبل ديكو كان ريفالدو موجود سكاوتنج فتبص بص أسماء اللعيبة يعني انت تبص على اللعيبة وتبص على قالي خد خطوات في قصة السكاوتنج دي ممكن تبقى لسه قايدة التنفيذ قايدة التنفيذ حتى الآن انا فاهم انا اصول ان الفكرة كلها ان احنا ده يوفر علينا في شكل كبير جدا الاسماء اللي الاهل مرتبط بيها مؤخرا علشان خطر تدعم هجوم الفريق الاسماء دي من 3 او من 4 سنين كان سهلة جدا ان انت تجيبها وهي في افريقيا فهي كل القصة بس مسألة العين الخبيرة مش اكتر يعني خبيرة بتحسم كل شيء صحيح اخدكم بقى الكلام واحد بس كنت بسألكوا احنا بشوفها اسماء العيبة المحترفة مين الصفقة الاهم من وجهة نظركم الموسم الحالي او صفقة المنتظر انها تكون يعني اضافة للدور المصري اه رضا صليم انا شايف ان هو صفقة اضافة للدور المصري يعني نجم الدور المغربي جاي الدور المصري اكيد بنسبة مليون في المية رضا بكمتو الفنية بكمتو وتأثيره في الملعب بحيكون من اهم الصفقات الموجودة في الدور المصري السنكية عندي شغف وعندي برضو ان انا اشوف صلاح باشا العيب طبعا اللي كان محترف في ايطاليا وفي اوديزي مستني اشوف التركيبة بتاعته لما يلعب فريق اول هيباش اكل عامل ازاي مستني اشوف الاثنين العيب اللي جايين من فرنسا مدى مستوىهم مستوى تعليمه الاكاديمي الاكاديمي مستوى تعليمه الاكاديمي بقى سوى جاي العيب متعلم اكاديمي مستني اشوفك بقى هتعمل ايه لما تنزل الملعب بقى مع الفريق الاول اغلب اللعيبة اللي جاي دي زي ما قلت لك هاي العيبة صغيرة في السن احنا محتاجين نشوفهم في الملعب ومحتاجين ان احنا نركز عليهم ونحاول ان احنا نخلي الحاجة دي تنجح كنادي مثلا او كمدير فني موجود انا جايب العيب مثلا من فرنسا او تنيلعب من فرنسا مثلا الناس دي جاي متعلمة اكاديمية فانا محتاج ان اشتغل عليهم ووظفهم صح ان اشتغل ان اجح اللعب مش اشتغل عشان نكسب لان اغلب المديرين في المصر انا بشتغل عشان نكسب ما بيشتغلش عشان ينجح لان انت في نادي مثلا في وسط جدول او في المؤخرة الجدول انت لازم تكون عندك نية ان انت تكهز كام لاعب لما تيجي في اخر سيزون تبيعهم عشان تقدر تشتغل على سيزون الجديد بي عندك وفرة مالية ان انت تقدر تشتري العيبة تدفع مرتبات النادي يمشي لكن إن أنا هشتغل بس إن أنا أبيع وإن أنا أكسب بس فأنت بشتعمل حاجة وأتلاقي نفسك بتخسر مش بتكسب أي حاجة من الموسم أهل السنة دي بس على سبيل المثال بقى حمدي وشريف بالضبط بقى حمدي وشريف نفس المقبل تقريبا عمل مركاته متوازن في توازن وإمام عشو بالضبط أهل أكسب أنت بتتكلم مثلا عن حمدي فتح طبعا اللي جات لعدد كبير من اللعيبة بقى حمدي فتح مثلا 28 سنة بقى أقل منه بأرقام قليلة فده أنا بالنسبة لي مكسب أنت بقى لعب كبير جبت لعب صغير وكيمة فنية أعلى فده مكسب جبت رضا سليم مثلا بقى محمد شريف فده مكسب ففكرة التدوير والبيع وأعادة إحياء الفرق هي محتاجة مهارة شوية وفن إداري يعني الكصة مش أن أنا أبيعه أشتري بس لا في رؤية فنية في الموضوع وتعامل مع معدل أعمال أنا بوصلها بشكل تاني بوصلها أن أمركاته الأهلي صحيح إضافة يعني طبعا حمدي لا يعوض أنا بشوف حمدي فتحي لعيب نص ملعب يعني أنا مزاجي تحلى منه حقيقة إمام طبعا لعيب أنا مستني منه أشوف فرجن الأهلي عامل إزاي لأنه ما فيش شك ما خدش يختلف على إمكانات إمام شريف رحيله وجود ريدا سليم أعتقد على المستوى الفني وعلى المستوى المالي صفقة نكحة جد تعوضت لعب مهاجم هدف جايت جدا بنجم الدولي المغربي وفي النهاية ما كلفتش الخزنة حاجة بصبت فما جي أكلف الخزنة أنا كجمهور بقى مستني أكلف الخزنة للمهاجم بصبت صح كل مستني كده نتمنى إن شاء الله أنا عايز أضيف بس حاجة أحمد على كلام حمادة فموضوع فعلا من الأندية يعني الأهلي ما صرفش كتير مقابل إن اللعيبة اللي باعها جاب زيها هديك مثل قريب جدا بيحصل آخر كام سنة فريق برايتون الإنجليزي فريق برايتون مخرج عدد كبير جدا لتجربة تدرس تجربة لازم تدرس حال إحنا بس عندنا إحنا في مصر كل ما نادي يعني مع كامل الاحترام لكل الأندية كل ما بيجي طلع لاعب يقول لك أصلي فضولي النادي أصلي فضو بياخدوا من النادي أصلا أنا مش عارف طب ما أنت بيجي لك ملايين على اللعيب اللي أنت بيبيعه من عندك تقدر تعمل اللي النادي الأهلي بيعمله حاليا واللي برايتون عمله تعال شوف برايتون نفسه أصلا في كل المراكز هو ماشى لعيبة وعوضهم يعني أنت لما ماشى بيسومة جيب مكانك يسيده هو أنت بتجيب لي مثل نموزاجي قوي نموزاجي جيد بس أقول لك أندية تانية يعني طول عمري بشوف الأندية دي هي مركزة قوي في الحتة دي بروسيا دورتموند يمشي من عنده عتاولة وتلاقي الفريق زي ما هو زي ما انطلع عنده قدرة أنه يأكس ده عندك في بلان بي في موسم ماشى فرقة الموسم اللي كان نواصل فيه لا واصل سيني فايلر سيني فايلر اخرج من توتنهم ماشى فرقة وتقول الفرقة هتقع على السيزن لتلاقي أكسر بنفك البرتوغالي نفسه ساوس هامتون لما كان مع موريسي بوشتينو مع رونالد كومن لما كانوا بيدربوهم ساوس هامتون ده كان عنده سادي ومانيو وكان عنده برجل فاندايك وآدم للاينا ولامبرت وانيام مفوظة الملعب وفونتي وكان عنده عدد كبير اللعبة دي بعدها بسنة كانت موجودة في كل نديد أوروبا الكبار ساوس هامتون فدل زي ما هو حد ما هوبط السنة اللي فادت بعد 4 سنين من أنه كان بينافس على حد التأهل في المركز الأوروبية أنا بس تهي دي نقطة اللي كنت عايز أشير ليها وأشير أنا بقل بحطة تانية أفكركم بيها وأفكر الناس اللي بيتابع الكرة في أوروبا يعني لازم نشيد برضو بالتجربة لأن دي مدرسة مختلفة شوية أيما على استثمار في أندية صغيرة ملهاش تاريخ ملهاش رصيد من البطولات لكن قدرت تعمل تثبت وجودها واعتمدت بشكل كبير جدا على عين الخبيرة فكرة سكاوتين ليبزيك في ألمانيا وسالس بورك في اللي تنين بول طبعا طبعا ريتبول بس فكرة أنه قدروا في خلال فترة بسيطة جدا أولا يعني يطلعوا بالمستوى الفني للفرق بشكل كبير جدا ليبزيك في ألمانيا وسالس بورك تقدر تقول أنه هم النهاردة من الفرق اللي تعمل لها حساب وفي نفس الوقت طلعوا نجوم كتير جدا لأهم فرق أوروبا فبرضو تجربة في حدث السكاوتينج لازم تبص لها واستثمار بكل ما تحمل الكلام عن السمار ناجح مش مسألة بس موارد مالية ولكن السمار ناجح في أن الفرق بتاعتي نفسها ما تأثرتش يعني وقت لما أنا مشيت لعيبة قدرت أن أعود اللعيب ده وما قدرتش أن أم عودش أنا بعدها أقعد أبكي يعني اللعيب ده مش موجود لا إلا أبعوض المهمة كمان خلي بالك أن السيستم مختلفش في اللعب يعني هو نفس الفرسابة بتاع تلعب نفس الطريقة أنت محسدش بأي حاجة أنت بتبدأ السيزم بتغلب أربعة بتغلب تلاتة عادي جدا كأنه ما مشيش من عندك وكارية كأنه ما مشيش من عندك لعيبة كبار كأنه ماكيليستر يعني كل اللعيبة التوالي مشي تتراح ده صفة فوتة الأندية الإنجليزية أنا برضو مكمل في اللعب بتاعي بالضبط وضيف كمان على النادي نفسه كمان يا حمادا أن لما ماشي السنة اللي فاتت جرهان بوتر بعد ثلاث أسابيع من بداية السيزن هم حطيني بلان بي قبل ماتشيلس قبل موافق أن أنا تدي جرهان بوتر أخلص الأول في ديزيربي بيو سي أيها بزرط هو أخلص في ديزيربي وبعد كده هي دي الكصة ديزيربي حاليا بيأهلهم للبطولة اللي ربا لي مرة فيها 30 لعب موجودين عندي السنة وراء منهم في 30 لعب تانين جهزين رحيل أي اسم يتعود بالاسم ده وراءهم بلان بي خطة ودراسة يعني مش بالفهلوة عمره ما تفتخد بالفهلوة لا السبورس مانجمينت النهاردة بقى تخصص بيدرس في جامعات دي حقيقة داخل مصر مش هقولك بقى في أوروبا وفي أمريكا بيعني فكرة الإدارة الرياضية الإدارة علم يعني مع كامل التأدير والإحترام فيه طبعا جزء مرتبط بالخبرة والممارسة لكن فيه جزء كمان مرتبط بالعلم مش ممكن أبدا في العصر اللي نحن نعيش فيه أنك أنت تخفل عنه طيب عايز أتكلم شوية معكم بقى عن الدول يعني دي سفقاتنا على قدنا وعلى حدود إمكانياتنا قدنا من الكرة في مصر عند كل أمدية المصرية وعند بطولة الدولة المصري ممكن تخلق الحالة اللي احنا بندور عليها حالة من الإصارة حالة من المتعة حالة من التنفسية لو ضفت عليهم عامل الجمهور الموسم اللي جاي ولو ضفت عليهم ارتفاع مستوى التحكيم أنا بقولك عن ثقة أنه الدوري المصري قادر ينافس أي دوري موجود في المنطقة خليني أخدكم بقى للأرقام تعالى حمادة تعالى نادر ناخد التصنيف الدوري المصري على مستوى العالمي وعلى مستوى القرية نبدأ بالقرية الأول طبعا ده حسب التصنيف المصدر بتاعه الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصى بالاختار فضل نادر احنا عندنا دوري المصري ده على المستوى القرية الأفريقية دوري المصري ورقم واحد متفوق على الدوري الجزائري والدوري المغربي معا الدوري المصري ورقم واحد على المستوى العالمي فالدوري المصري بيحتل المركز الـ 14 على المستوى الكرة الأرضية الكرة الأرضية بشكل عام ومتفوق بشكل كبير جدا على الدوري السعودي اللي بيحتل المركز 48 فكرة احتلال الدوري المصري للمركز الأربعة عشر ده اندل فيدل على أن فيه فعلا زي ما انت تفضلت فكرة أن الدوري المصري بيكون عندك عدد كبير من اللعيبة اللي تقدر تقدم المستوى اللي الناس تكون مستنيها تتفرج عليه أن انت متفوق على دوريات كتير متواجد فيها عايزة وضع حاجة للناس بس وإحنا منتكلم عن ده وحخش فيه بالتفصيل أنه القصة هنا قصة تركمية يعني ترتيب الدوريات دي حسب النقاط ده مرتبط بعدد من النقاط مرتبط بمعايير تقييم منها تاريخ البطولة منها عدد الأندية اللي توجد بألقابها منها قدرات الأندية دي على تحقيق ألقاب قرية حاجات كتيرة جدا عامل كتيرة جدا بتخلي أنه كل موسم الدوريات المختلفة على مستوى العالم بتاخد رصيد من النقاط رصيد الدوري المصري الوقت وصل لستة وتمانين أو ستمية تقريبا ستمية سبعة وتمانين نقطة حطوا فيه الترتيب رقم 14 على مستوى العالم مهم جدا مهم جدا نحن نتكلم في ده أنك أنت على أقل تأدير لو مش قادر تطلع لفوق تحافظ تحافظ على المرتبة دي وتستغل بقى نحن نتكلم على مكانة أعتقد ترتيب محترم جدا الـ 14 على مستوى العالم إزاي تشتغل عليه وإزاي تتحافظ على الترتيب ده لو ما كنتش عايز تبقى أحسن مني والله عشان تشتغل على الترتيب ده وتحافظ وتسبق كمان محتاج حاجات البديهيات بتاع كورة القدر البديهيات أن أنت كاميرا مخرج جمهور بالضبط أكي أنك بتخرج فيلم أو مصرحية بتشتغل كل يوم أول ماتش لازم يكون فيه جمهور لازم يكون فيه كاميرا كويسة للمشاهد أنه يتفرق وكمان الإخراج يكون كويسة ده عشان تطلع المنتج بس للمتفرق إنما بقى جوه بقى الحكام، انتظام المسابقات عندك بقى حاجات كتير من دي هي اللي بتخلي المنتج بتاعك يكون طالع للمشاهد كويسة ده اللي أنت محتاجه واللي أنت تشتغل عليه عشان المنتج بتاعك يطلع للناس كويس غير كده لو هنفضل متكملين بفكرة 3000 و 4000 مشجع والكاميرات مش HD والمظهر مش كويس فالطبيعي التراجع هيكون موجود زي ما هو كان متراجع السنين الفاتح إحنا كمصر عندنا اهتمام جماهيري كتير جدا بالكورة يعني إحنا عندنا اللعبة الشعبية الأولى في مصر هي الكورة وعندنا أكتر ناس تحب تتفرج على الكورة في المدرج برضو هنا في مصر يعني إحنا لو نرجع مثلا 2010-2008 في السنين دي أنت الملاعب كانت بتبقى ممتلئة حتى في المتشاط الوديع عادي جدا يعني أنا فاكر حرص العدود لما كنت بتلعب في الكونفودرية كان بيحضر لها جمهور فالمنتج نفسه كان كويس وإنت كنت في الرياضة العربية وفي الرياضة الأفريقية كمنتج أنت بزلت على مستوى خارة أفريقيا أهم دولة بس كمنتج للمشاهد لا هو هنا جرس الإنذار فكرة أنه هل أنت تقدر تحافظ يعني لو استمر الكورف المنحنى الأداء ومستوى قدرت البطولة بنفس الشكل إنه تقدر تحافظ ولا حيحصل تراجع أكيد هيحصل تراجع بزلط أكيد هيحصل تراجع بكل الحاجات اللي تكلم فيها حمادة دي أنت تضيف عليها حتى يعني جزئية الأندية الشعبية اللي محدش لسه متبه لها ما هي ما بقولك دا اللي بقولك عليه تضيف عليها فكرة الأندية الشعبية اللي بتختفي أنت كل سنة بيختفي من عندك نادي جماهيري أنت بتتنشع على نادي جماهيري يصعد فالمجرد ما بيصعد لأن نقص الموارد ونقص في الوصف يعني لما صعد البلدية قلنا هيبقى فيه دير بالمحل مش هيبقى موجود يعني في زمان كانت المتشاط بتاعت المتشاط الترسانة نفسها أصلا زمان دي كانت بتبقى فين الترسانة دلوقتي درجة تالتة أعطقت فالحاجات دي كل الأندية دي كل الأندية دي كل الأندية دي طلعوا نجوم والشرقية والمنتخب السويس والمينيا والمينيا كل الناس دي طلعوا نجوم كبار حاليا هم متصدرين المشهد حتى ولو مسؤولين حاليا فأنا أتمنى ان الاهتمام بموضوع الأندية الجمهرية والأهم من كل تالي اهتمام بالمنتج نفسه لأنك انت عندك كوالتي بالفترم لو انت صرفت على الدوري فعلا زي ما بتصدر تديله كم من عشرة الكوالتي ولا المنتج لا الكوالتي هتديله مثلا 8 من 10 ولا 8 أنا دي المرأي انت مجامل يعني لا والله الكوالتي اللعيبة موجودة أتكام على الكورة كمنتج راح للمشاهد هتديله 3 من 10 واحد أنا شايف أنه لازم يبقى فيه قواعد أو تغيير لوائح أو قوانين أو تسموها أيه المخرج أنه إحنا فكرة الدمج وفكرة الأندية بتاعت الشركات وفكرة اللازم تحصل معادلة تضمن أنه كل أطراف تبقى مستفيدة الشركة في النهاية بتمارس نشاط لأهداف معينة ممكن يبقى هدفها الربح ممكن يبقى هدفها الدعاية ده كله ممكن يحصل من خلال بوابة الأندية الشعبية وبتزالي أنت بتلعب كرة وفي النهاية أنت مهما تكون أهدفك إيه أنت بتلعب كرة عشان يبقى لك رصيد من الجماهرية ورصيد من الشعبية تقدر تبني عليه نجاحات وأرباح ومكاسب ده الفكر استثماري أنا نهاردة هستثمر في نادي لو استثمرت في نادي زي الإسماعيلية أو في نادي زي المنصورة أنا عندي قاعدة جماهرية تقدر تكملي بلع مهم جدا من المسلس الصورة محتاجة شغل تحكيم محتاج شغل وقبل كل دول حقيقة أسهل حاجة ممكن نتحرك فيها أو أسهل ملف ممكن نتحرك فيه بشوف أنه عودة الجمهور أكيد مكاسب على كل المستويات وأتمنى أن القصة دي على فكرة الملف الجمهور ده أو عدم موجود جمهور في الدور المصري مؤثر على منتخب المصر اللي نحن بروح نلعب في كاس الأمم الأفريقية وأي محفل أفريقي أو عالمي اللعبتنا بتتهز لأنها مش بتعودة أنها تلعب بجمهور طيب خليني أقول لك يعني الكلام اللي بتقال في الكوريس أنا هكلمكم بمتصرح اللي بيتقال إنه إذا كان الأهلي في السنوات الأخيرة حاله من حال الكرة المصرية بعيدة عن منصات التتويج بعيدة عن تحقيق أي إنجاز كانت النتيجة هتكون إيه في متابعة القعدة الجماهرية الشباب الكورة في مصر أنت النهاردة بتتكلم على متابعة كبيرة جدا للدورات الأوروبية ده شيء ما فيهوش نقاش النهاردة في ناس بس تفرجع الدوري الأسفلية في ناس تفرجع الدوري الإنجليزي ويمكن تكون نسبة مشاهدة الدوري الإنجليزي في مصر هنا أعلى من مشاهدة الدوري المصر دي حقيقة ما في البيان استنى بقى الدوري الخليجي الدوريات الرجالي بتتطورت استنى الدوري السعودي فبالتالي سقف المنافسة معك كل موسم عن موسم بيعلى أكتر يمكن الأهلي بإنجازاته وبطولاته دي دي واحدة من أهم الأسباب للناس لسه مشدودة لمتابعة المنتج المحلي لكن لو الأهلي حلوا من حال الأندير المصرية كانت الدنيا هتبقى يعني ما كانش حد تفرج على كراف مصر هتلاقي الناس كلها نصرف فبالتالي فيه نقطة في منتجة الأهمية أنك أنت تتخافز على نسبة المتابعة والمشاهدة على الأقل محلي أولاك سيروح نفس في الخليج ولا بيع الدوري في أفريقيا ولا بيع الدوري في اهتم بس بالدوري بتاعك نفسه اهتم إدي لإدي الدوري بتاعك احنا لما كون أنا لما بيجي مثلا المنشاط على القناة على القناة الأهلي منشاط قديمة للأهلي في التسعينات أو في أول الألفنات الصورة نظيفة عند الوقت يعني الصورة كواليتي الصورة أصلا أنضف من الصورة اللي احنا بنشوفها دلوقتي الصورة أعتقد أنها تحسنت برضو لا لا مؤخرا أصلا هي القصة في موضوع ده محير بالنسبة لناسكتين إن الناس بتتفرج ما هي القصة في حاجة أحمد أنا ما ينفعش أن أنا أفضل على موضوع الموسيق يعني في التوقيت دا ماكي الصورة اتطورت في التوقيت دا أنا بتكلم في أوائل الألفنات إحنا لما بنيجي نتفرق زوايا الكاميرات إحنا في الوقت أنت عندك تقنية الفار في وقت وجود تقنية الفار أنت محتاج بما لا يدعم مجانا للشك عدد من الكاميرات بيوصل لك الحالة للحاكم عايز شوفها طيب عشان نبني خلينا عشان نبني نقول إن في خطوات الفترة أو المواسم الأخيرة آه ما وصلنش بالشكل أو للطموح اللي حم نحلم به لكن إحنا شايفين إنه في خطوات تقدر ربطة الأندية السندي ويقدر يساعد فيها اتحاد الكرة مع وصولة الشباب ورياضة تنقل الدوري نقلة نوعية ونقدر نطور ونحافظ على جودة الدوري المصري الربطة الحقيقة عملت خطوات على مستوى النقل عملت خطوات على مستوى التحكيم استعانى بالخبرات الأجنبية لكن لسه مدى ما تترجمش بالشكل كافي نتمنى نشوف خطوات تاخد البطوات بتاعتنا يقول دهن باشكر حمد الشنوي باشكر نادر شبانة نورتونا وموسم إن شاء الله يكون موفق وسعيد بالنسبة لنا كأهلا وإيك شكرا حمد شكرا نادر حبيبا تحياتي لكم بكرة حلقة جديدة من السادسة شوفكم بكرة في نفس المعادة